تشهد الأزمة الأوكرانية بين روسيا والدول الغربية تصعيدا جديدا إذ أكدت وزارة الدفاع الأمريكية استعدادها للرد على التهديد الروسي بغزو أوكرانيا المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي وفي تصريحات لصحيفة واشنطن بوست قال إن عناصر من فرق المشات والفرق المحمولة جوا والتي يصل تعدادها لأكثر من ثمانية آلاف عنصر وضعت في حالة تأهب قصوى كيربي لفتا إلى أن الفرق العسكرية لن تنتشر في أوكرانيا بحال إرسالها بل ستنتشر في دول أوروبا الشرقية المنضوية في حلف شمال الأطلسي الناتو وحول طبيعة عمل هذه القوات أوضح المتحدث باسم البانتاجون إن مهمتهم ستكون دعم قوة الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي مشيرا لاحتمال استخدامها لحالات طوارئ أخرى لم يحدد تفاصيلها يذكر أن الولايات المتحدة صرحت مرارا عن استعدادها لفرض عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا في حال غزوها لأوكرانيا وفي السياق قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أن بلادها دعت مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماعا علني يوم الاثنين لمناقشة الأزمة الأوكرانية جرينفيلد أوضحت في بيان إن الحجد الروسي على حدود أوكرانيا يشكل تهديدا واضحا للسلم والأمن الدوليين مشيرة إلى ضرورة الاهتمام الكامل من قبل مجلس الأمن ومناقشة الأزمة بشكل مباشر وهدف يوم الاثنين بحسب وصفها وتأتي هذه التطورات بعد أعلان موسكو يوم الخميس أن واشنطن لم تأخذ مطالبها الأمنية الرئيسية في الحسبان واتجاهها لإجراء مناورات عسكرية مع روسيا البيضاء على الحدود الأوكرانية